من عمان ينضم إلينا سيد محمد حسن التل المحلل السياسي تحدثنا مع ضيوفي الكرام بالتفصيل حول الملفات الثلاثة التي قد يتم طرحها اليوم على طاولة النقاش في القمة الإسلامية التي ننتظر الآن أن تبدأ فعلياتها ما المتوقع من مخرجات هذه القمة سيد الفاضل وإلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثرة بالفعل على الأرض وليست مجرد خطابات إنشائية سيدتي أولا المساء الخير نحن نعرف تماما أن مؤسسة القمة سواء العربية أو الإسلامية حقيقة للأسف فقدت أهميتها عند الشعوب العربية والإسلامية ولكن هنا لكن كبيرة أن هذه القمة تنعقد في ظرف زماني صعب جدا وهناك تحدي وجودي أصبح للأمة لم يتعد التهديدات مجرد تهديدات للأمة بل أصبحت الأمة أمام تهديد وجودي لها ولكيانها السياسي نظرا للظروف الصعبة التي تعصف بهذه الأمة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي هناك ثلاث قضايا أعتقد أنها ستكون محور اهتمام الزعماء في العالم الإسلامي وفي مقدمتهم العالم العربي طبعا اللي هي أول شيء القضية الفلسطينية وما يخطط لها الآن مما يسمى طبعا صفقة القرن خصوصا أن هناك اختلاف على هذه الصفقة في الأراء والمواقف السياسية بين الدول الإسلامية هناك من يراها تهديد خطر جدا للحقوق الفلسطينية وللأمن القومي العربي وهناك من يطالب بدراسة هذه الخطة قبل أن يصدر فيها قراره العامل الثاني هو العلاقة السيئة جدا التي أصبحت بين الدول المنطقة وإيران التي لم تبدي أي حسنية منذ عقود اتجاه محيطها العربي والتهديد الثالث وما طبعا ما يحدث في الخليج العربي منذ أسابيع من تهديد أمن البواخر وحركة هذه البواخر التي تنقل النفط للعالم تلات التهديد الإرهابي الذي أصبح يشكل أيضا تهديد وجود لهذه الأمة وتهديد أيضا لصورة الإسلام في الغرب كله وأصبح حقيقة أن المسلم زي ما تفضل الأخ السابق إسلامفوبيا أن المسلم حقيقة يخشى نفسه هو يعني يسير في شوارع المدن الغربية نتيجة الإرهاب الهمجي الذي ضرب العالم للأسف باسم الإسلام لذلك هذه المحاور الثلاثة تنتظر الشعوب العربية والإسلامية من هذه القمة أن تكون نقاشات والقرارات على مستوى هذه التحديات